اصدقائي محبين التقنية والبي سي والتجميعات اليوم معنا تجميعة بالكامل من اورس وايضا هي تجميعة ام دي محبين تجميعات والحركات تابعوا هذا الفيديو راح تشوفوا اشياء بتعجبكم قطعة جديدة وجميلة وفي قطعة اختبرناها قبل هيك سنتعرف على كل هاي التفاصيل ونبدأ مباشرة بالقطع اللي معنا بعدها نعمل عملية تجميع وبعدها اكيد نروح على البنشمارك وقمنا ندخل بتفاصيل الفيديو اصدقائي اذا اذكر ان جميع القطع هذه المخزن الشرقي بافضل الاسعار بالنسبة للناس الموجودين بالاردن وخارج الاردن ايضا هناك روابط بصندق الوصف تشوفوها موجودة تحت حتى تعرفوا على اسعار اكثر واكثر من امازون فبالنسبة للناس الموجودين في اردن جميع القطع ستحصل عليها من الاردن او المخزن الشرقي وجميع الروابط بصندق الوصف مباشرة مع اول قطع معنا اصدقائي والتي هي الماتبورد بصراحة ستشوف بعض الاشياء الغريبة بالتجميع فاكتبوا لي رأيكم بالتعليقات بكل قطعها. اول شيء عن الماذر بورد اللي هي اكيد اكس خمسمية وسبعين اس اورس الماستر. ماذر بورد قوية. فئة متوسطة عالية. فها بتيجي بسعر قليل او عادي. وبتيجي بقدرات عالية وايضا مخصصة لللاعبين. فيك تستبدلها بفئة البرو اذا حاب تنزل شوي. هاي ماذر بورد مع هذا المعالج. معالج جميل وقوي من ايم دي ولي هو الخمسة الاف وثامية اكس بصراحة بالاختبارات قدم لي اشياء جميلة بناحية اللعب. بناحية المونتاج. بيتفوق بشكل كبير هذا المعالج. طيب. شو الاشي اللي راح تستغربوه هون هو كرت الشاشة. رحنا مع شوي شيء يعتبر بالفعل الاقتصادية واللي هو الام دي راديون ار اكس ستة الاف وخمسمية اكسي طبعا جيجا بايت. اكيد كونو حكينا كل التجميع هيك. هذا الكرت ويعتبر فيها اقتصادية. جربنا واختبرنا قبل هيك. يعني انتو زبطوه مع هاي التجميع وعطوني رأيكم بيهمني. طيب. الان هذا الكلام راح يكون موجود معنا في ايضا ذواكر من اورس ار جي بي طبعا والوان وحركات جميلة. هاي ذواكر يا جماعة هي دي دي آر فور راح يكون معنا ستة عش بكفي للشي اللي بدنا اياه. بترد ثلاث وسبعمية وثلاثة وثلاثين. راح نشوفها كيف بالاختبارات. طيب. خليها هون. طيب. نحصل على التبريد متميز. اخترت هذا المبرد الجبار يا جماعة. اللي هو اورس ووتر فورس طبعا ثلاث وستين ثلاث مراوح. لكن يا جماعة قوي هذا المبرد. وجميل. وبيجي مع شاشة وحركات على البمب. بصراحة ممكن تحكي لي زيادة. نعم هذا المعالج انا بردته بمروحتين. كانت امور تام. لكن حاب اطلع كل الطاقة اللي بهذا المعالج. واريحه على اخير. فاخذ هذا التبريد. وهذا تشوف قوته واختباراته الحقيقية. راح نحط لكم اياه بتجميعات ثانية. طبعا بتكون فيها الانتل اللي جيل اطناعش. وشوف كيف ببرده يعني شوربة بيخلي. طيب. اخر شي معنا. راح هاي التجميع كلها تشتغل. بهاي المزود من الطاقة. باور سبلاي مقدم من جيجا بايت. طبعا سبعمائة وخمسين. تصنيف جولد. قبل ما نعلق هاي الجيجا بايت الجديدة. هاي الباور سبلايات الجديدة. ما علي هاي مشاكل. جربتها واختبرتها. اكيد ما راح حط حالي بمأزق واحرق الغرفة. فامورها كانت تمام. وطيبة وعطتني طاقة مستق ومراكلاتها تمام. نرجع. هيك هاي القطع اللي معنا. انا بعرف انه ممكن يجي تعليق على كرت الشاشة. انه يا كرت الشاشة بيكون اعلى من هيك. يا بيكون بعض القطع اخفض من هيك. باتفق معكم بشكل كبير. لكن حتى شوي احافظ على يعني الميزانية اخترت هذا الكرت. بفضل ان نروح على شيء اعلى. اذا بدنا ناخد يعني خلنحكي بالالعاب اكثر. لكن خلينا نروح. عملية التجميع والتركيب. ونرجع لكم. شكرا لكم. شكرا لكم. اشتركوا في القناة. 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 ضغطنا المعالج لفترة جيدة وفعلا نحافظ على أداءه وبالنسبة للحرارة وصل أعلى شيء تقريبا 80-82 كانت أعلى درجة حرارة وصلها مع ضغط قوي على هذا المعالج وبالتالي هذا بذبت أداء المعالج العالي مع التبريد القوي يعني اللي عم بيبرد هذا المعالج أما باختبارات الفيراي وبالتركيز على أداء المعالج بالرندرة فحصلنا على 16573 نقطة وبالتوجه لاختبار السيني بنش فقوة المعالج مع التبريد الموجود مع الموذر بورد كلها رح تعطينا هذه النتائج الجيدة اللي حصلناها والتي كانت على المولتي كور 15063 نقطة أما على السينجل كور فكان الرقم عندي 1581 نقطة وبالتوجه لاختبار كرت شاشة ومثل ما ذكرنا أصدقائي كرت شاشة اللي عندي هو كرت شاشة من الفئة الاقتصادية فباختبارات الفيرمارك وبعد ضغطه لفترة جيدة لهذا الكرت كان عندي ثبات بالفريمات على تقريبا 90-89 فريم نحن نحكي هنا على دقة الفل اتش دي والحرارة يعني ما جاوزت الستين مع كل هذا الضغط وبالانتقال للألعاب أصدقائي فلعبة كولوف ديوتي فانجارد بأعلى فريمات طبعا كل الات وبرجع بذكر على دقة الفل اتش دي بأعلى فريمات وصلنا لها كانت تقريبا 130 فريم وبأخفض نقطة بالفريمات كانت 95 نعم كان فيه نوع من التذبذب لكن هي إذا ما نحكي المتوسط هو كان تقريبا 110 فريمات طبعا رقم يعتبر جيد لأن درجة الحرارة هنا تقريبا كانت فيها ثبات على الخمسة وخمسين تطلع قليلا وتنزل لكن لا يوجد حرارة عالية وإذا نتوجه للعبة فيها تفاصيل ولعبة ثقيلة تعتبر مع دقة الفل اتش دي والتي هي سايبر بنك حصلنا فيها 60 فريم كان فيه انخفاض قليلا لكن لم يكن فيه أكثر من 60 فريم بدرجة حرارة ما جاوزت الـ 52 فنوعا ما مقبول يعتبر الأداء إذا تلعب على الفل اتش دي وليس لديك مشاكل ستستطيع تلعب الألعاب بكل بساطة وآخر شيء مع لعبة عالم مفتوح أيضا على دقة الفل اتش دي وهي دايز قون بهاي اللعبة كان فيه شوي صعوبة بالوصول للـ 60 فريم لكن لم يكن فيه انخفاض كبير فأعلى شيء وصلنا له حوالي 59 وأقل شيء 55 يعتبر جدا مقبول عم نحكي عن لعبة عالم مفتوح تفاصيل فيها كبيرة درجة الحرارة تقريبا كان فيها نعم الثبات على الـ 55 درجة فالأمور أيضا طبيعية وجيدة هاي النتاج أصدقائي مثل ما شفتوها وخيرا نروح بشكل مباشر على الخلاصة ورأيي بهذه التجميعة طيب يا جماعة احنا هون عم نحكي عن تجميعة الناس اللي بيحبوا يوحدوا يعني التجميعات ويحطوها من شركة واحدة أنا بحب أوروس بصراحة اللي بتابعني بيشوف فشفت هذه التجميعة جميلة جدا اخترت القطع اللي عندي كلها من أوروس وجمعتها بعرف انه أنا لعبت يعني ألعاب كلها فل اتش دي لو انه كان في عندي كارت شاشة أعلى كنت بختاره لهذه التجميعات بحيث تصير كلها متوسطة لمتوسطة عالية ما فينا نحكي فيها أعالية ولا فينا نحكي فيها اقتصادية فبفضل فقط أنا رأيي اني أرفع المعالج أو أرفع كارت شاشة فون وانتوا حطوه لي رأيكم بالتعليقات هيك رح ألعب 2K وأنا مرتاح وقد ألعب بعض الألعاب 4K وأيضا يعني مو أحصل على أعلى فريمات لكن تكون بالسليم قطع كلها بعد الاختبار بصراحة أثمتت جدارتها وقوتها بنصح فيها أكيد بشكل كبير بالنسبة للناس اللي مقبلين على تجميعات جديدة الآن احنا بنحكي عن يعني أسعار مناسبة للجميع خصوص في انخفاض بكرود شاشة حكيت بكثير مرات وكيد لا تنسونا من المتابعة واللايك والدعو ونشر الفيديو بين أصدقائكم ويسوا عليه سبسار بالتعليقات كاماق عبيدة من قناة تكتوبيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته